مرحبا أهلا وسهلا فيكم في البارد الثاني على المحاضر رقم 6 وهي المحاضر الأخيرة في 2NS الحمد لله نحن نحكي الآن عن هايبرتنسف سريبول فاستكولار ديسيز أول فقر التاني بحكولك عن الانسيدنس أنه كيف السكرينيك حسن من التريتمين وكيف أن الواحد صار كتير مهم يتعرف أو يكشف على الهايبرتنسف ديسيز قبل ما يتطور أو بالأيرلي ستيج منه وكيف أنه التريتمينت زادت فهذا الأشي حسن أو قلل من شوعية أو قلل من الكمبليكيشن اللي بتصير بالتبعة الهايبرتنسف ديسيز بس للأسف أنه الهايبرتنسف ديسيز استمرار الشخص المريض هايبرتنسف استمراره على التريتمينت كثير مهم لكن للأسف استمرارية المريض أو التزام المريض أو الاندكويت أكسس للمريض على الهيلثي كير هات كل هيتها قاعدة بتسوق من أو بتزيد من الكمبليكيشن تبعة المريض ماش مهم هاي كل هيتها استطادي أو حقاق هي مجه استطادي حقاق بس كميونيتيز نطلع النقطة هاي هايبرتنسف هايبرتنسف ليش خطير لأنه بيأثر على الديب بين تريتنج آرتري بيأثر على الآرتري العميقة اللي بتغذي البازل جنجيليا اللي بتغذي الهم سفير وايت متر اللي بتغذي البرين ستم فهذا هو الهايبرتنسف الهايبرتنسف خطير ليه؟ لأنه ما بيغذي غذي أي آرتري سوبرشفيشال آرتري ما بيغذي آرتري بحد ذات ورايح يغذي إشي معين هو بيغذي الارتري للسبلاء بازل جنجيليا البرين ستم بلا 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 أنا عندي يعمل أفترض الماسف هو الهيبرتنشن اللي هو انتراكريني هيم الرجال اللي شوفناه فوق في الهيبرتنشن في اسوقات وذلك في الانيوريزم في الميكروانيوريزم ميكروانيوريزم يتخيلون تلاتمائة ميكروميتر متخيلين؟ انا حكيت لكم فوق بالمدر سيربر الأرثي صحيح مين بمين الأرثي اللي عنده الدياميتر تبعها كثير رفيع أو الفيزل تبعوتها كثير رفيع فالهيبرتنشن بيأثر عليها هذا هو الهيبرتنشن التعامل عندي إنتراكريلي كيمل هيموريج ثانية اللي لزيقنا منه والأرثير يصبح محلو الآخر يصبح محلو الضفن على التعامل المثال الأهمية العديد هو التدفاع الخيارة الهيبرتنشن هذا المثال الخيارة الهيبرتنشن أقبر من 15 مم موجود بالديب غري متر البازل الانجرية والثلاث انتر انتر الكابسول ديب ويت متر شوفه بيحكي لك انه هي هاية تشو لوس كافيتيشن وعندي لابد ليدي الماكروفاج سورواند بغليوسيز هذا الكلام مهم ومعروف تعودنا علي هذا الكلام دبندن ان ذير لوكيشن في سي اناس لوس ان او كان بي كلينيكالي سايلنت او سيجنفكاليونيورجيكال امبارتمنت ومتل ما عرفو차نا متعودية عن دكتور واسواسي دكتور واسواسي ييحب هاي الجمل اوكي !! دكتور واسواسي يحبه الجمل بيجيب هاي الجمل يكون والحاله على Bears لديه عصصول sounds succeeds اليى سيجنفكاليورجيكاليفين heroic تلاثه هايبرتنشن اللي هي السلت هموريج بكل متل الشوق تمام؟ ليش اللي اسمها سلت هموريج لأنها بتقول leaving behind a slit-like cavities surrounded by brownish discoloration تمام؟ طب هاد الاشي بنتج بسهو ربشر ربشر الوزل ربشر الوزل ربشر الوزل ربشر الوزل فبصير في عندي هموريج هاد مين اللي عمله؟ اللي عمله اكيد هايبرتنشن لأننا قد بني اتحدى عن السلت هايبرتنشن أنه هو عبارة عن فور من الأفكت تبع هايبرتنشن اوكي إذا واحد الهيلاع ارتيليو سكالوروس وعرفنا كين وين بصور المصد كمن مكانه وين أخذنا واحد البيئ الماسف أخذنا السلت عرفنا أنه بكون بكليبر بكليبر وأخيرا لهو الهيبرتنشن انتيفالباثي مهمة لي؟ لأنه هي مش بساطة عبارة عن المرض هي صندروم عندها أكتر من علم أو أكتر من عراضة أكتر من عراضة أكتر من عارض أكتر من علامة المهم أكيد هايبرتنشن انتيفالباثي الكلام المهم الكلام المهم رابد انترفنشن لتدخل بلتريتمنت بلتريتمنت لشيء؟ 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 ما بتخف لحالها فرحنا لازم نتدخل بالتريتمنت وعندما تخف لحالها لن نتدخل يجب أن دماتي بين المهم يجب أن دماتي افتح ومن المهم بعد أن يموت يجب أن يجب أن يجب أن المهم يجب أن تكون تنترس أو تنترس هي الفاتل هون دكتور أخبر أخبر كانوا يشرحوا جثث و الجثة هاي هو اللي يشوفه فكان مش مهم كلام مش مهم هسترجيكالي كيف أشوفه فبرينويد نيكروسيز وهذا كلام مهم جدا فبرينويد نيكروسيز of the arteriule and petechia of a malignant hypertension maybe seeing a microscope in the gray and the white matter أهم شي تعرفوا أنه عبارة عن شو فبرينويد نيكروسيز فبرينويد نيكروسيز فبرينويد نيكروسيز فبرينويد نيكروسيز في الارتريولز سنجح الآن عن الفاسكولايتس الفاسكولايتس متضمن البلود فيزل leading to human narrow and cerebral infarction ببساطة هذا هي الفاسكولايتس يعني inflammation موجود بالبلود فيزل هذا الاشي رح يكدي لنرو باللوم تبع البلود فيزل فبالتالي نرو باللوم رح يصرف عندي اسكيمية لجزء معين اللي بيغضي هذا البلود فيزل فرح يصرف عندي سربة الفاركشن انتهينا انفيكشن انفيكشس اريتريتس of a small or large blood vessel was previously seen as infected with Cephyloitis تمام بات ناو مور كومل دي اكر in the setting of the immune suppression اوكي اه انفيكشن مثل عضليogliosis toxoblasmosa and ScytomyghaliViruses and Supphylitus كنا ن عدد podHeris و fixate مع تلقيحات ن lizard فشتنا مع 270 SM بعض در شكل test مثل بولي ارتيرياس نودوزة مينفول في سريب الالفزل قوصة سنجل والمالتبل انفرشن تمام يعني في عندي سيستيميك فور افضه سيستيميك انتبهولي على كلمة سيستيميك فور افضه فسكوليتس مثال عليها بولي ارترياس ارترياتيس نودوزة مينفول في سريب الالفزل سنجل والمالتبل انفرشن جميل جميل بريمري انجايتس is an inflammatory disorder that involve multiple and small to the medial small to the medial size berenchymals and subarachinoid vessel it can stick by chronic inflammation multibe with or without granuloma information destruction of the blood vessel وال يعني بسيط بريمري انجايتس cns هي عبارة عن inflammation disorder بتضمن small to the medial size of the berenchymal small to large small to medial size multiple multiple subarachinoid space characteristic by chronic inflammation acute inflammation لا it's a chronic inflammation تمام effective individual manifest as a diffused encephalopathy ما هي حكيان diffused encephalopathy clinical picture conjugated congentive dysfunction المحاضرة العادي بتعالج بصير تمام مع steroid immunosuppressor the treatment بس المحاضرة بسيطة يعني قراءة قراءة اوكي قرأيوا قراءة قراءوها قراءة وبس يعني دقيقوشعة كتير على مشغلات كتيرة تمام لانه الله العليم انه الانفكشن تبع cns والبيئة ناس رح ناخذ محاضرة كاملة وبس اوكي رح املكم براجعة صغيرة بسيطة على المحاضرة اخذنا اول الشيء الانتراكراني الهيموريج اخذنا بالانتراكراني الهيموريج انه بناء على السبب نحنا بنحدد المكان بعدين اخذنا اول واحد الي هو primary brain brain وعرفنا انه بنتج بصابة الhypertension اخذنا الكاس وشوفناها وعرفنا انه هو اللي هو primary brain 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 هو اللي بنتقل الى ventricular system اخذنا بعدين الاميلويويد انجوباثي سيربرال أميليويد أنجيواثي وعرفنا أنه هو تجمع أميليويد بالبلاد فيزل وعرفنا أنه هو اللي بيستحق أن يكون اسمه لوبر بعدين أخذنا السب أركينويد هيموريج أو ساكرال هيموريج ساكرال أنيوريزم سوري ساكرال أنيوريزم عرفنا أنه عندي كذا سبب بس من أهم هاي الأسباب أنه صار في عندي ربتر بهذا الأنيوريزم تمام تمام عرفنا أنه 50% بعد هذا الأنيوريزم بموته 50% بضلوا معي شيء بسبب فازوشبازم بس عرفنا لهذا الفازوشباز بممكن يعمل إيش إسكيميا عرفنا أنه في عندي أشياء بتزيد ريسك فاكتور لهذا الأنيوريزم هي أوترسومة بوليستيك كدني ديسيز أو أنه صار في عندي ديس أوردر في الإكسترسيلان ميتريكس عرفنا أنه زي كل ما زاد السائز هذا الأنيوريزم بزيد فرصة الرابتر تبعه عرفنا كمان أنه هذا محيستولوجيكلي كروسس لهذا الأنيوريزم بيكون عبارة عن ثن والاوت بوشت وعرفنا أنه نيك تبعته بتكون مسكولر وإنتيما بس من فوق هو عبارة بس عبارة عن ثن ثكت ثكت هاي لينز إنتيما والأدفينتيشية تبعته كوفرينج هي نفس الأدفينتيشية تبعت البيرانت أرتري والربتشر بيصير عندي الأيبيكس بعدين أخذنا الفاسكولر المالفورميشن أخذنا أنه في عندي أربع أرتيريوفينيس مالفورميشن كيفيرنس انجيوما كابيلري تيلاتون اكتيزيا تيلانجيوكتيزيا وفاسكولر انجيوما عرفنا الفرق بين أتهم كل واحدة عرفنا أخطر واحد عرفنا أنه سيء والمستقومت هو أرتيريوفينيس بعدين الكابيلرنس والكابيلري فرقنا بين أتهم بأن الكابيلرنس انجيوما مافي عندي نيرتشو فارق بين أتهم أما الكابيلري تيلانجيوكتيزيا في عندي نيرفستشو فاصل بين أتهم عرفنا ثلاثة وأربعة هي انسيدنتلي وعرفنا أن ثلاثة بشوفها ميكروسكوبي وكتير سكو بعدين اخذنا عن الhypertensive cerebral vascular disease هي عبارة عن انه الhypertension اثرلي على فيزل موجودة بالدماغ وهي الفزل غالبا غالبا بتكون deep in treated with the arteries اوكي عرفنا انه في عندي فور من افكت عليها واحد الماسف واثنين الهايضاين وثلاثة متل ما اخر واحد انسيو انسيو فالوباثي عرفنا انه كمان هستولوجيكا اللي هو عبارة عن فيبرويد نيكروسي وركزنا على هذا الموضوع فاسكولايتس عرفنا انه زمان كان سيفالايتس وتيبركالورسيس وحاليا هو عبارة عن عبارة عن توكسو بلاس موسي لسيتو ميجالي فيروسيس وبلا بلا بلا اوكي بالتوفيق جميعا هيك نكون خلصنا مع بعض المحاضرات الستة تبعت الباثولوجي وبس يعطيكم الف عافية